هلأ ليا رح نروح لفاصل ونرجع من تابع بقيتها فقراتنا زينا بتعرفينو الأرقام والرموز والحسابات بتلعب دور كتير كبير بحياتنا لكل رقم في قوة معينة بتربطه بالكون وبتربط الأرقام أيضا بكل عناصر الطبيعة لهيك بتشكل رموز قوية ولكل إنسان له رقمه الخاص أكيد وكنا عم نحكي تحت الهوى عن تأثير الأبراجة والكواكب على المود العام أو المزاج العام اللي هلأ عم بعيشوه العالم رح نحكي أكتر بهالتفاصيل مع خصائية الأبراجة والأرقام سمر عمراني سعد صباحك صباحكم كيف كنت؟ تمام صباح الأرقام والأعداد صباح صباح شو الكوكب اللي هيك اللي بيعطينا حظ اللي عم يزعج الناس هلأ عمليا علم الأرقام هيك نحن متعودين عليه بس هو بالأصل اسمه علم الأعداد يعني رقم ترقيم بس نحن هو بالأصل اسمه علم الأعداد هلأ علم الأعداد بما أنه الكواكب برتبطة السبعة بالإنسان معنات أن نتأثر نحن عمليا بمؤسرات خارجية هلأ المؤسرات الخارجية هي عم تصير معنا مثلا إذا انتي بنا ناخد المريخ المريخ كثير هذا سبعته سيئة بالكون تراجعوا تقدموا في عندك عطارد في عندك الزهرة في عندك المريخ في عندك زحال في عندك طبعا كوكب الزهرة لذلك كوكب الزهرة هي أفضل الكواكب وقتل بتكون ببيتها هلأ وين بيتها مثلا بالثور والميزان وقتل بتجي ببيت الحظ ببيتة الخامس بتكون تعطي حظ أما المريخ وين ما تواجد لأنه هو مرتبط بالحمل وبالعقرب بيعمل إشكال وقتل بيكون بغير بيته مثلا هلأ موجود ببرج السور لذلك عمل شوية إشكالات على طبيعة التراب يعني أنت عندك طاقة نارية عم تحطيها بالتراب شو عم يصيرها عم يصير لخبطة ما عم تيجي بنفس انسجام الطاقة يعني وقتل بيكون ببيته بيكونوا بيعطي حيوية أكتر بيعطي حرية أكتر بيعطي تفاؤل أكتر نار مع نار بيعطي قوة وطاقة أما وقتل بيكون لعب التراب عم يعمل لك عملية إحباط نزول هذا هو السبب اللي عم نشعر نحن بهاي الفترة أنه كل هاتنا متوترين وتعبانين أنا بس طبعا مولك للأشخاص طبعا هذا الشي بيأثر على الكل هاي هاي مولك للأشخاص يعني مثلا أنا كثير من الأحيان بيجي عالشغل أنه بونجور أنا اليوم مالي زينب مالي كل هون الكادر كله بيكون مالي أنا شو السبب بقى كل واحد كل إنسان ما في حدا مثل التاني مثلا إلنا إذا حدا برجه مثلا ثور هلأ المريخ عنده عم يعطيه طاقة لبرج السور بس مين بالمقابل للثور المقابل هو العقرب معناته العقرب تعبان مزعوج هذا هو السبب اللي أنت عم ترمس مي أنه أنت بالحياة تعباني بس هو مولك التعبان يعني ما بصير يكون كله تعبان لازم هي الحياة صعود ونزول إلا مثل حركة هاي القلب زبزبات القلب يزلك يوم بتكوني مثلا مرتاحة يوم ما بتكوني مرتاحة يوم ليك ويوم عليك عادي يعني هاي تفسير طبيعي إنه الواحد يكون مزعوج ما تحتى الفئة الصبح إلى تأثيرا لأنت بسال نحن حكينا الحلقات الحلقة الماضية حكينا عن دائرة الكون الكون هو مرتبط إلا بالأرقام وقتلي عم يكون أنت بالفجر عم يرتبط بصعود بتروحي للظهر بصير قمة بترجعي مثلا للعصر بتكوني أنتها تديتي تتلخبطي أجيتي على المغيب وقتلي بيرتبط بالمعدان بتصير فيه كآبة بتجي على المي بتصير هون فيه نشاط لبعض الناس ولبعض الناس لذلك هي الحياة كلها متكاملة مع بعضها بس الإنسان يعرف حاله هو وين بتلاقي مرتاح يعني اليوم حكينا شوي هيك لع حركة الأبراجة والكواكب لكن خلينا نفوت بقى بالأعداد أو الأرقام بالأعداد بالأعداد خلينا نحكي عن الأعداد كتير عم نشوف كمان سمر عمواقع التواصل الاجتماعي أنه في طرق الحسابات التوافق بيأسموا بيعملوا وأنه كتير من الناس عم تحب تعرف سر العدد هلأ سر العدد هو نحنا إلا الكون مرتبط من الواحد للتسعة عمليا عندك كل تسع سنين كل تسعة شهور كل تسعة ايام في دورة كونية للمربع اللي نحنا حكينا عنه من نرجع من فرجيونيان يلا خلينا شوفوا رسمنا الحلقة الماضية هاي هاي الكاميرا البيب الكاميرا هي ايه رسمنا الحلقة الماضية إلا أنه دائرة الأرقام هي من الواحد للتسعة عنا عنصر النار اللي هو مرتبط بالرقم تسعة اللي هو بيروح للظهر اللي هو بيروح لرقم للون كمان سما حكينا على الألوان بيروح للون الأحمر بيروح لطاقة الصعود والنشاط بعدين كفينا على التراب اللي إنه هو 258 اللي هو عنصر العصر بيصير بالتراب بعدين عنا طبعا يعني فيك تقولي بعض الظهر اللي يصير المغيب قبل المغيب بشوي بيكون هو عنصر المعدان اللي هو 6 و 7 بعدين إلنا للماء للواحد بعدين رجعنا للشجر 3 و 4 اللي هو بيرجع بيصير بالفجر هالعملية التكامل هي دائرة دائما كل يوم نحن فيها نحن دائما بحلقة حلزونية بالكون يعني أنت كل تسع ثواني أنت بحركة كل تسع دقائق بحركة كل تسع أيام بحركة مهم تسعة أنت حلزونية بالكون يعني ما بصير توقفي لذلك وقت اللي بيصير فيه لخبطة بالجسم بيكون فيه عدم تناغم أو عدم انسجام بالطاقات مع بعضها نعم خلينا نحكي هيك شوي يعني دائما مثلا إذا أنا رقمي 9 أو 5 أو 6 أو 7 وزينا برقمها نفس رقمي هل من كون نحن نفس الشيء نفس الموت نفس المذاج نعم طبعا إذا كنت مثلا أنت بتحملي رقم تسعة أوكي وزينا برقم تسعة بدو يكون السفية عندك نحن عنا رقم جسد ورقم طبعا باطني هو طاقة الروح لذلك طاقة الروح منشوف إذا كمان تسعة على تسعة وأنتي تسعة على تسعة مندور مقول لسه في خلاف معناته ببرج العربي جبنا برج العربي طلعوكم طلعتو كمان مثل بعض من برج عربي طلعنا على المواليد اختلفتوا بالمواليد جينا بالمواليد عفوا نخليكي كمان أنت نفس ولداني بنفس اليوم أنت إياه إلا ما يكون في ثواني مختلفة أنت وياه ثواني التسعة ثواني اللي هي بالولادة لذلك هاي بتتوقم نشوفها بالحياة ما بصير يكون حدا مثل حدا أبدا يعني ما في صفات عام طبعا طبعا لذلك الناس يعني بالحياة دائما إحنا ماشيين بحركة تكاملية بالحياة يعني أنت ابتديتي عندك العشرة هو الواحد قبل الصفر بعدين يجينا الثنين السنائي اللي إلنا ذكروا أنسا بعدين إلنا الثلاثة هو اللي بصير مثل الثالوس مع الولاد يجينا على الرابع اللي كتملنا بالأربعة يجينا على الخمسة رجعنا ولدنا من الجديد يجينا على الستة اللي أخذنا النفس فيها السبعة كتملنا لذلك أنت مرتبطة بسبع كواكب بسبع طاقات بسبع شاكيرات هلأ في بدرسة بتقول هي خمس عناصر مدرسة بتقول سبعة هلأ السبعة ارتبطوا بإنشان الشاكيرات من الرأس للقدم طبعا هون فيك تقولي بقى دخلتي بالأرقام مع الألوان مع الغذاء مع الأمراض يعني أنت بتسأليني مثل الله يا بتقليني طيب أنت رقمت عرفتي عنده هلأ كذا كيف عرفتي أنا بضبني المربع عم عملية حلزون وتفتير بيبين معي الرقم وين راح هلأ بدك تسأليني يسأليني على المربع وين راح المربع بهذا اليوم أو بكرة أو بعد بكرة نحنا رح نسأله ليا لكن بعد ما نروح ونشوف العالم الأرقام اللي بتتفاقل فيها كمان واللي يمكن بتتشاؤم منا مع زميلتنا سامر معمول اللي نزلت على الشارع وعملت لنا هل استطلاع تتفاقلي بأرقام معينة بحياتك وعندك أرقام حز ولا لا؟ يعني في بعض الأحيان بتثبت يعني أوقات الواحد تاريخ مولده أو هيك بيتفاقل فيه دايما أكتر رقم بتلاقي رقم الحز أنا بالنسبة للي رقم السبعة إشارة النصر وهي مسأبة تاريخ مولده أنا ما بأعمن إنه فيه أيام حز أرقام حز لا شو هو الرقم تتفاقلي؟ سبعة هيك بحسة إنه يعني رقم كتير متفاقل بالحياة يعني كل الأيام الحربة بتجيب شهر سبعة أنا ما بأعمن فيها القصة ثلاثة ثلاثة والله هيك عطول يعني دايما ثلاثة بضل محلفين حز في عطول يعني لا لا أبدا ولا عندي أرقام ولا ولا بتفاقل بأي رقم تتفاقل بشي رقم بحياتك؟ والله بتتفاقل برقم ثماني السبب أنه مواليدي وخدمتي وكل شيء مر بحياتي يعني فيها رقم ثماني ثلاثة هيك بدون سبب بحب الرقم يعني رقم ثلاثة لأن اسم الشاب اللي بحبهم ثلاثة حروف الأبافي رقم محدد بس يعني بجزء عيد 16 وعيد ميلادي رقم ستة رقم سبعة تسعة 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 حبيتها أن اسم حبيبة من ثلاثة حروف تفاقلت تسعة ومشي على هالرقم هو بيتفاقل أكتر لذلك هؤلاء عم يشتغلوا على الاستيجية وعلى الفطرة بس أحيانا بتصدف فعلا لأنه مناسبة وراء مناسبة أنه فيها رقم معين بسير التفاقل الآن هو كيف نحن عم نحكي ما قصمنا الكون نحن كل تسعة سنين كل تسعة شهر كل تسعة تيام عم يعمل حركة حلزونية الكون لذلك أنه وقت اللي عم يتفاقل هو عم يشوف عم يربط الحدث بقصة مثلا أنا وقت اللي بقل له للشخص أنت من تسعة سنين كان عندك حدث طيب كيف عرفت لأنه أنا كان ضمن المربع الرقم بطاقة معينة كان عنده تهيو اللي كان عنده استعداد ولي كان عنده خصارة ولي كان عنده مال من هنا من هذه الطريقة بقدر أنا أعطي جواب للشخص لذلك علم الأرقام مرتبط بالإنسان ما ممكن ينفس الإنسان على علم الأرقام نعم علم الأعداد علم الأعداد أيضا مرتبط بالأبراج وأيضا مرتبط بالألوان طبعا مرتبط بالألوان هذا شيء صحيح خلينا هيك نفسروا للناس نفسروا هلأ وقت اللي إحنا رسمنا الدائرة وربطنا الأرقام بالألوان هلأ إذا إذن إحنا أنصر النار مع رقم تسعة هو مرتبط باللون الأحمر إجينا على لون الشجر اللي مرتبط هو بالثلاثة والأربعة لون الخضار اللي تشوفه حواليك إذا إجينا على رقم الماء هو مرتبط بطاقة اللي لونه أبيض تشوفه مثالك بتلاقي دائماً إنه مثل المي صافي إجينا على المعدن هو مرتبط بلون الرمادي الرمادي بين الأبيض والرمادي ومشانيك السماوي بناسبه اللي هو مرتبط بالمعدن عندك التراب هو المرتبط نحنا كل شيء أصلنا من التراب يعني حتى غزائنا وقت نحنا بنعمل غزاء طبيعي بناخده عن طريق الأكل نحنا دخلنا طاقة التراب لذلك الإنسان مألف من خمسة عناصر بالكون هالخمسة المفروض يكون دائماً بالحياة هو منسجم مع الخمسة إذا خلل بيه عنصر بده يلجأ لخارج ليدخل هذا العنصر نحنا هون منبين معنا هاي العناصر بالأزواج مثلاً عنصر الشجري أخذ عنصر معدن طيب اتنين هاتم معاكسين لبعضهم الخلل صار في خلل بالعلاقة هون مفترض يجتمعوا بطاقة ليكونوا هون متكاملين مع بعضهم بالغزاء بالبيت بالألوان بالألوان أنوا يأكلوا مع بعض صحن المدور يعني هاي الفكرة ضلت علقة براسنا أنه الصحن المدور مدور ضروري طبعاً لأنتي هون بتعملي عملية لم شمل لأنه دائماً التراب هو البيع مول لم شمل عندك النار هو اللي بيعطيك طاقة الصعود عندك المعد الشجر هو اللي بيعطيك طاقة الفجر والشجر والنشاط والشباب يعني أنا مثلاً رقم إذا بيكون بطاقة الشجر بيقوله أنت عندك السنة مشروع كتير فيه شبابي مثلاً وقت بيصير بالنار بقوله دير بالك من حوادث لأنه هذا عمصر النار بيعطيك تسرع وقت بيصير بالتراب بقوله ها أنت عم تولد من جديد بس يصير بالمعدن بقوله في طاقة المعدن بتعطيه سراء السراء لأنه مرتبط بالزهرة كوكب الزهرة الستة والسبعة مرتبطة تحتى الأرقام مرتبطة بالكواكب السبعة اللي نحنا بنحكي فيها إذا قصمنا نحنا مثلاً عندك أنت الزهرة لبرجين عندك المريخ لبرجين عندك عطارد لبرجين عندك المشتري لبرجين عندك زوحل لبرجين صاروا 12 يعني شوفي كل اتنين مرتبطين بعمصر كوكب عفواً بيظل عندنا الشمس هي لحالة نجم مع البرج الأساد عندنا السرطان مرتبط بالقمر لأنه كمان لحالة شوفي هي صاروا 12 طيب خلينا نسأل هيكي سؤال دائماً بيسألونا يا العالم أنه ليش أحياناً بتكون مثلاً سنة حظ لبرج الفلاني بس بيتشاؤموا مننا يعني مثلاً لما يكون في ترابي سنة حظهم بتتلاقي الهوائي مع المائي ما كتير طبعاً ما له أو مثلاً بالعكس لما تكون سنة حظ الهوائي بتلاقي ترابي وضعوا تعبان أنه فيه هي حركة كونية دائرية بالكون لذلك أنت عم تفتلي كل 12 سنة بالكون بحركة كوكب هو كوكب المشتري هو كوكب الحظ اللي بيعطينا لذلك الآن السنة إجا الكوكب الحظ على برج القوس معناته هون الأبراج النارية والهوائية دورا يعني مو معقولة يكون مثلاً أربع خمس سنين لكوكب هو يكون حظ هيك بقسمي الكون بالتساوي يعني غلط هاي المقولة أنه كل السنة رح تكون بشع لا فيه فترات معينة من حركة الكواكب ما بصير كون بشع لأنه أنا عطيتك عطيتك كل 9 سنين كل 9 شهور كل 9 أيام يعني ما فيه مجال اللي يكون فيه حظ عند الإنسان دائماً فيه حظ عند الإنسان نعم ودائماً رب العالمي أي أزمة تارك لك هدية جوادها أكيد طبعاً ما فيه شك بلشنا من شوي حديثنا أنه دائماً عمواقع التواصل الاجتماعي أو على جوجل أي حدا هلا بيقول كيف بيحسب بالأرقام بيطلع له كيف لحتى يعرف حساباته شي صح ولا لازم يكون في حدا مختص بهذا العلم أنا اختصاصي ودارسته دراسي يعني ومتعمق فيه علم الأرقام اللي عندي أنا علم طاقي اللي هو بحطه بضمن المربع يعني عملياً أنا بدي طالع رقمين وإنتي بتعملي عملية جمع مثلاً أنتي واحد شهر اثنين مثلاً مع موليدك بتعملي عملية اختزال بيطلع رقم واحد طيب الرقم الثاني كيف بدي طلع لذلك أنا طريقتي طريقة تانية اللي هي بدي طالع رقم الجسد والروح ليطلع رقم الباطني لأنه كل إنسان عنده رقمين كمان بصاحب الولادة كمان عم يحمل رقم صارو ثلاثة عنده برجين اكتملوا العناصر الخمسة معناتو الإنسان هو مكتمل وقت الولادة الطفل بيكون جاي مكتمل بطاقة حلزونية ما بيكون ناقصه شي بس نحنا بالحياة منتعب بحياتنا النفسية حسب بعض الترباية حسب الشارع حسب المنطقة بتعيشي فيها كمان إلى اتجاهات شوفي مثلا في عندك أنت رقم تسعة رقم تسعة دائما اتصالوا مع الجنوب يعني إذا أنا بالبيت عندي حدا رقمه تسعة بيجي أنا بسكنه بسكنه بغرفته بسكنه بغرفة بالشمال معناتو أنا ضريته لازم يكون أنا عندي معلومات على هالقصة طيب أنا إذا سكنته بالجنوب معناتو هو كتير طاقت وكتير عم ياخده لذلك إذا ما بيقدر يسكن بطاقة الجنوب ما عنده امكانية مثلا ما عنده امكانية اخترق يعني بده يلاقي طريقة بقل له حط له شمعة بغرفته أنا دائماً هيك بيعطي هاي الوصفات حني بيستغربه طيب ليش عم بوصف شمعة بغرفة رقم التسعة لأنه غرفته بتكون معناتو طاقته سلبية حتى عزز له هالطاقة وعلي له طاقة التسعة معناتو أنا لازم أربطه بطاقة النار بحط له مثلا حدا رقمه شجري قاعد بطاقة تراب معاكس إلو عم يعمل له توتر بيعطيك مواجهة مثلا حيت دائماً معصب متوتر معناتو حط جنبك شجر انتي معناتو حط زريعة بذلك رفوصف لهم البامبو البامبو بوصفه دائماً بمكانة قاعدة لازم حطه ثلاثة عنصر ثلاثة إنه هذا بيلم العيلي لأنه لنا رقم الأنسة والزكر والولاد هنه ثلاثة إذا بدي عطيه حظ أكتر مش هاي زياخد طاقة السرعة ويصير في حظ يدخل على البيت بيقول له حط تسع عناصر مثلا بيقول لي طيب العناصر بالبامبو مانا كامل بيقول له بتربطها بالشريطة حمرة مش هاي يصير عنصر النار فيها حطينا المي حطينا الخضار حطينا العرق هو التراب طلعنا عنصر اللي يبنقص هو بالخامس هو عنصر النار بنربطها بالشريطة حمرة يعني في حيال في حيال على الكون انتي تفوتي فيها حتى تحدي تتوازني تتناغمي بالحياة طب في سؤال مثلا كثير من الأشخاص بيقولوا إنه يمكن وجود حدا من عينتك بحياتك هو طاقته سلبية عليك أو اسم والدتك أو اسم الام توامر بيأثر على البنت يعني كتير منسمع إنه اسم الام أثر سلبي على البنت بيأثر فعلا بيأثر بيأثر لأنه الاسم كمان إله قيمة عددية إله عدد وإله رمز يعني هلا مثلا منجيب اسم العناطيكي مثال اسم فاطمة بتتعب بحياتها ليش اسم فاطمة بتتعب لأنه الفي تماني والواحد صاروا قديش تسعة ربطنا الفي مع الواحد يعني فا تسعة معناته أول حياته دغري على العشرين فيه أطع بحياته لأنه التسعة وصلنا لأعلى طاقة بدنا نرجع لنحن نفتل معناته هي نكسر شي بحياته معناته أسر اسم إمه عليها لذلك هون علم متداخل كتير كتير بده بحر يعني بحر توسع يعني هلأ زالي حكيتي شوي بدك تضطري كل فترة في حلقات حتى تقدري تكفي لتوصل الناس للفكرة اللي أنا عم بحكيها طب شوي أول أرقام يعني الجالبة للحظ أو مثلا اللي بتعطي ثراء ومال شو هي الأقام هلأ اللي بتعطي ثراء ومال مثلا إذا أنت كنت ضمن المربع هلأ أنا رأعطيك إياها على الواقع دغري يعني هاي خلينا نفت فيها أي حدا ناطر مولود جديد أو مولود جديد كمان مثلا إحنا هاي المربع حتى عندنا دائما بالحياة الــ 2-7-6-9-5-1 عندنا الـ 4-3-8 شوفي هلأ الـ 2 دائما مرتبطة بالسواد شوي بياض هون بياض الـ 9 مرتبطة كله بياض بس جزئ سواد الخمسة نصه سواد المي كله سواد عندك الـ 8 كله سواد سوفي مبيني معكم؟ ايه على الكاميرا انا مثلا هلأ فتلت الارقام واجدت الـ 2019 بدي اعرف انا رقمك انتي مثلا شو رقمك يا زينب؟ 9 انتي اديش مواليدك؟ 85 85 معناته رقمك 6 عادي انا بحكي عنه رقمه 6 بطلع انا كسنتي الـ 2016 وين ما هو تواجد رقم الـ 6 معناته ما تواجد بدل الثلاثة تي دايما بتحسبيلي على الهواء هلأ كلها انا مثلا انا طلعت رقم 6 انا وين موجود هلأ كعام الـ 2019 معناته هم تواجد بدل الثلاثة معناته اقرب إله للشخص اللي بيحمل رقم 6 انه عندك مشروع شبابي عندك امطلاقة عندك تهيؤ عم تتهيأ لسنة كتير حلوة بعد ما مريت بسنتين صعبين لانه انا مفتلي الرقم نزول وصعود يعني برجع فيه 9 سنين فييني قدموا 9 سنين يعني هلأ عزب يسأليني مثلا بعد 9 سنين زينب شو عنده بالستة بفتل الرقم بيبين معك طب هلأ في كتير من الناس هيك عم يتابعونا بيقولوا انه شو هلحكي هاد يعني انه اوكي هذا علم بس انه شو بس صعب يعني انه لا او بدي ما انه صعب مو مو صعب مثلا انه انا بدي ععد احسب لحالي لحتى شوف انا شو يعني بعض الناس بيقولوا انه شو هاد نحنا كيف فينا نقول لهم انه شو هاد هذا علم موجود هذا علم موجود من آلاف السنين موجود طبعا وفي حضارات اندسريت وكان هذا العلم موجود معه ورجعت ظهرته من جديد يعني هذا علم موجود اللي بده يبحث بيلاقي يعني انا ما فيني والله اقنع اشخاص بهذا العلم اذا هن مالون عنده الرغبة داخلية بالتجربة بيبين معك هذا الكلام اذا صح او غلط هي التجربة اكبر دلي طب اللي كمان مثل معالت لاي عم يستنوا مولود جديد وبدون يختاروا له اسم ورقم بناسب اسم الام والاب شو بتنصحيهم شو بتعطيهم هلا اذا مولود السنة تحكمت السنة فيه ما منقدر نغير له السنة يعني خلق مثلا بسنة الالفين وتساطعش معناته هو حكمه رقم 8 ما في مجال يعني انا بدي يغير لك رقمك 8 ما بيزبط ولدت طلعت انزلت انت رقمك 8 انا وين بلعب لعبة مثلا رقم 8 هو بالكون رقم فراغ بيعمل ازيه بالحياة لا يوصل للتسعة انا بلعب لعبة على الاسم شان يجي برجو يناسب الولاد اللي ولد فيها مثلا احنا موليد هذا الشهر راح يكونوا كل موليد حوت طب انا اذا بدي نقيله اسم ويطلع برجو مثلا دلو بدي يتعب بالحياة تمام يعني ماي مع هوا ما بيزبط بدي نقيله اسم قوس مع الحوت كمان بدي يتعب يسكر على حاله مربع معناه انا بتضل اختر له اسم اسم حتى يطلع برجو يناسبه هلا مسلا الحوت مين بيناسبه عندك العزراء بيكمله عندك الابراج المائية بتناسبه مسلا ان كانوا اقرب وانكان صرفان هون بتلعبي على لعبة الاسم التناسبي انه يطلع برجو العربي يناسب موليده ويناسب رقمه هاي اللعبة حتى يمكن علاقات مثلا صداقة كتير بتكون قوية بس شراكة كحياة زوجية ابدا ما بتفقوا بس صداقة اوكي بيتفقوا بس صداقات انتي انتي عمليا وقتلي انتي بتفوتي لعند شخص الهالة انتي مرسومة الهالة هي بسبع طاقات وبسبع شاكيرات عمليا جازب عم يكون بينك وبين الشخص هو من طاقتك يعني انا مثلا مشوف رقم ستة هذا الستة مع مين بيكون بضمن الدائرة اللي حكينا عنا الحلقة الماضية انه الستة داعمة ولا هي معاكسة لهذا الشخص مثلا اذا تواجدتي مع النار انتي بتحسي بينقل بتنقذي اما اذا تواجدتي مع التربة لأ بترتاحي انه في طاقة داعمة اننا احنا خارج الارقام داعمين داخل الارقام بيكونوا معاكسين للطاقة نعم كتير من الاشخاص بيقولوا خلينا نرجع شوي لعلم الالوان ونحكي فيها بيقولوا انه اليوم مزاجي يلبس هذا اللون اليوم مزاجي يلبس هذا اللون الالوان قدي بتأثر ايضا على الحياة بشكل عام انتي بس تعرفي طاقتك بصير بتلبسي الالوان اللي بتناسب طاقتك هلا مساء انا عمليا طاقة التراب طاقة التراب هي معناته لون البني ولون الاصفر اذا انا بدي اختار دائما الاخضر الاخضر هون هو معاكس لطاقتي بيسيطر علي بس انا الاخضر لازم يلبسه في حال انه انا اخذ الرقم من طاقة الرقم اللي انا مجرد في من الشجر يعني انا متواجد رقمي بسنة معينة بطاقة شجر معاكس لطاقتي لازم انا اخذ هذا اللون ويلبس لني اما البسه عندما ان كان لازمي فيه خربطة بالالوان بنشوف فينا فيه ناس تلبس الوان لجسم ما بتضره لذلك انا بدي راسة للاطفال بقوله انه شو يختاروا لون الالوان يعني مسلا اذا واحد رقمه خمسة بقوله انه كتروا لون الاصفر او خلو دائما تحت مكاني بيدروس اصفر اذا كانتوا رابي اذا كان ناري خففوه لون الاحمر خلوه شوف وشوف بس ما يقعد على الاحمر لانه احمر دائما بيعطيه طاقة تسرع شو بيناسبه مسلا الابيض بيطفيه بس انا بدي اعطيه طاقة بيجيب بلبسه ابيض مثلا للي رقمه 9 كمان غلط انا حدا معدن بقوله انت لازم تلبس احمر لازم تلبس ابيض وسماوي اذا اللون اذا بيلبسه الانسان الحقيقي مع رقمه مع طاقته مع علمه مع عرفته الذاتية هو بيكون مرتاح ومنسجيب اما انت بتلبسي لون بتكوني غيرتي لا ما ناسب لي فعلا له رفض الطاقة رفض طاقت جسمك رفضته اكيد كان هاي الارقام واخدنا هيك ممكن لمحة مختصرة شوي متل ما عمدل هو بحر يعني عن علم طاقة العدد والالوان وان شاء الله هيك بحلقات قادمة من التشعب اكتر نتشكرك عوجوداكم دائما للمشاهدين خليكم متفاقلين لا لا لازم يكون متفاقلين مبصي الارقام هي جزء من حياتكم واذا لبسنا لون غرام امو معك بالعكس انت تلبسي الاسود يعني عمليه كأنك لقصي ابيض لذلك انا بقول لون دائما بيلبسوا اسود بيكون عندهم شي ضعف بالكلاوي ضعف بالكلاوي لان الكلاوي بتحب لون الاسود بتحب لون الاسود بشان دائما تضل بمنظر العتمة يعني نعم بس بالعموم انا يعني طاقتي بحب لون الاسود نشكرك نشكرك كتير سمان عمليان وأكيد ناطرينك بحلقات جاية